مارك مليح اختصاصي في الطب البديل بالفرنسية ناتوروبات وكوتش سبورتيف ومدرب ريادي أمراض المزمنة أول حاجة الموضوع جد جد شائك شوية أمراض المزمنة عد 18 في المغرب وفي الدول العربية وكن نسميهم متلازمة الأيد أو لساند غومي طابوليك لساند غومي طابوليك هو ثلاثة الأمراض المرتبطة بنمط العيش دينا اللي هما أمراض القلب والشرائين الثورة الدموية الضغط والسكري الضغط وأمراض القلب ثلاثة الأمراض هذه متلازمة الأيد المزيمة الأيد مرتبطة بوحدة بوحدة الحاجة وحدة هي نمط العيش دينا ديما نعمل في الاستشارات مع الناس الذين يجعلون ديكونسلتاصيون ناتوروباتي هو أول حاجة نسوله الضغط وطاية الدورة للحزام ديلك إذا الدورة للحزام ديلك بالنسبة للراجل فاتت 100 سنتيمتر 100 سنتيمتر في الضغط وطاية الدورة للحزام ديلك عارف راسك في خطار والمرأة الراجل المياه 88 إذا كانت الحزام ديلك 88 هذا مشكلة يعني إذا دخلت في الضغط وطاية الدورة قربت السكري قربت الأمراض الدغط وكل شيء وسأعطيك معادلة بسيطة لكي يخرجون الناس بفائدة معادلة بسيطة لكي تتعرف رأسك وكي تتجاه الصحيح وكي تتجاه الغلاط بالطول لدينا المرأة فيها 160 مرأة لا طويلة بزيارة 160 مرأة نقسم على 80 مرأة الحزم لا يجب أن يكون فيه 80 مرأة وآخر المعلومات هذه الأمراض المزمينة لتعود إلى الموضوع الأمراض المزمينة لا ترتب بنمط العيش إلا الأمراض المزمينة قدر الله ما شاء أفعل أخر لا يقدر عليك هذا الشيء أنت تقدره على نفسك بنمط العيش والأكل والمعيشة قدر النمط العيش نقص 10% من الوزن ستحسن الحياة والمرأة محتمل أنه يختفي وهذه فرصة أننا نعود ورأسنا في هذا الرمضان هذا الشهر نعود ورأسنا على الأكل السحي ونقص الماكلة لنا نحرك قليلا 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 والراحة هذا الشهر قليلا 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 لن يكون مجهود كثيرا لأنني أتحدث عن طاقة هذا الموضوع للطاقة تشاهد في ربعات الحويش الطاقة الجسم تشاهد في ربعات الحويش الطاقة تشاهد في في الفكر في الدماغ والدمخ الذي يعمل هذا لا يقف لليل لنهار يستهلك لك الربع للطاقة 25% هذا المعدل متوسط يجب أن يمشي الهدم 25% الهدم الاستقلاب يعني ميتابوليزم يستهلك 25% إذا كنت تتاكل نهار كامل وفي الليل يقومون بكل كل شيء 50% ومشي الهدم ومشي الهدم لا يفيد أو لا إذا كنت تتاكل أم المرة يأتي لك يقومون بكل شيء ويعرفت أنك قويت على الدد تكون أبداً لا يبقى أن يمشي الهدم كنت تتقنى 25% لأنه يصل إلى 75% يستهلك الحركة كي تتحرك كي تدري كي تضيب المجهور العضالة 25% كنت تتبقى أن 25% هذه هي إحياء العضالات والإنسجة الإحياء يعني نحن الجسم يهدم و يتجدد في كل 6 شهر الجسم يهدم و يتجدد من جديد يعني 25% في 25% في 25% إذا أنت أخذنا 25% كتابة الدماغ يكونسومها في الأشياء مفيدة أو غير مفيدة الدماغ يكونسوم 25% من الأكسجين ومن الطاقة 25% من الحركة إذا كنت نهار كامل ونتك التأكل يجب عليك 50% في الماكلة يعني معاً ما سيكون إحياء جديد الأعضاء والعضلات والأنسيجة يجب عليك كترة الماكلة ويبدأ عليها علامة الشيخوخة إذا أردنا أن نبعده من هذا الشيء يجب عليك أن تنقص بعض الأكل لا يجب عليك أن تنقص بعض الأكل هذا ليس صح وأنا سأعطي مثال أعطي مثال لكي تفهم أن الأكل ليس صح هذا المعتقادات بمعنى وأنا كمغربي وأفتخر أنني مغربي ومسلم هذه المعتقادات لكي تصحح هذه الأم تقول لولدها كل لكي تقرم جيدا كل لكي تقرم جيدا كل لكي تربطنا الأكل كمعتقد وماذا هو المعتقدة؟ وهو فكرة التي تعودت كثير من المرات تترسخة في الدماغ وعندما تعتقدوها كل لكي تصحح كي تربط الماكلة بصحة اليوم سأشعر الدماغي يقول لي لا أريد أن تكون صحيح والقوة والطاقة والصحة منها يأتي يأتي من شيء واحد وأنا أعطي مثال بسيط كاملا كما ترى고 أولو في عرس اضحك كنا شربت مشطbod شتحت خير إنelectronic يجبت تتشعر أ مثالي خاح جيدا مثالي صحتك مثالية كليتي مزيان كليتي نحن المغربة معروفين بالكرم يعني انسان لا يكون عنده لكن عنده العرس يبغي يكون واحد الكرم دي الحاتم الطائق يكون كرم زائد المقدورة دياله كلينا مزيان نشطنا يعني المشاعر ديالنا كانوا مزيان نشطنا كنا مع عائلنا وكل شيء ولكل الغد اللي كنزبه عينينا لماذا لم يكن لدي الطاقة؟ لأنه من أسج النوم هو الطاقة شيء واحد اللي يمكن نعيش مزيان مهمور تكون عنده الطاقة مزيانة شبه واحد بغي يكون يقول لي لا انا ممكن نعيش وانا بيه خير فعلا محتك باقي صغير باقي جسم ديالك الهرمون النوم وباقي طالع وكل شيء فوق ثلاثين عام ثلاثين وثلاثين عام غنشوك وما سنعيش واحد الليلة وكل غد ليك يغتصبح اللي بغي الطاقة يجب أن النوم يكون نوم جيد وكما يكون النوم جيد لديه نصيح الخرخص يكون ما بين العشرة الليل ما بين العشرة الليل وستة سبعة تصباح مناش مع الجرس الصباح مناش مع الوحدة ونقول غنفق مع التمانية ولا غنعود النوم ديالي غم قنع ستة العشرة هذه لدينا علاقة بالهرمونات الكورتيزول واحد الهرمون اللي يحفز سكري يكون ما بين سبعة تصباح وتسعة تصباح وتصباح ونعود السباح يكون خاسر لماذا خاسر؟ لم تحترم لأن هذه الساعة البيولوجية التي كانت في الجسم تقول لي أن تنضم ما بين السبعة إلى السبعة تنضم ما تشيط يعني النوم هو اللي تريد أن نوم جيد لكي تكون لدي الطاقة لنحيي العضلة ونحيي الجسم وكي يرتاح الدماغ